ايه حكيت بقى صفقة الزمالك الجديدة اللي تحت السن اوكي طيب انا اعرف ان التفاصيل كلها معاك وعتحكي لنا كل حاجة دلوقتي طيب انا قلت ان انا غايبك بقى لي فترة كبيرة كعن اخويا كريم رمزي فنفعش اجي ايدي فاضي اه جايلي بهداية فنفعش اجيلك ايدي فاضي جاي الجمهور الزمالك بهداية طيب فيه يعني في الفترة الاخيرة بيتقال ان نادي الزمالك هيضم مدافع تحت السن اه زي ما قلنا الزمالك كان بيحاول ان هو يضم مدافع مصري كان فيه مغلاما بعض الاندية فراح التوجه ان الزمالك يفكر فكرة ان هو يضم مدافع يكون يقدر يتقايد تحت السن يكون مدافع افريقي والزمالك يستفيد به وكل الاخبار عن مدافع قادم من غين يا بساو ان خلاص اللاعب موجود في مصر او الزمالك هيقدر ان هو يفنش الديل معاه خلال الفترة القادمة بعد لقاء السوبر الافريقي لو ممكن بدأنا نستعرض بروفايل اللاعب عشان نستعرف دين اللاعب عنده كام سنة كام بيلعب فين ومن بعدها نبدأ نروح لإحصائيات اللاعب اللاعب اللي احنا موجود معنا النهاردة ما هو جيفيرسون كوستا لاعب عنده يا كريم 19 سنة بالزبط هو ده جيفيرسون كوستا لاعب عنده 19 سنة الجنسية من غين يا بساو الفريق اللي بيلعب فيه حاليا يا كريم اكاديمية بنفيكا واكاديمية بنفيكا بتلعب في الدرجة والربعة نتعرف كل نادي بيبقى عنده فريق تاني وعنده أكاديمية الفريق بيطاقة بيلعب في الدرجة الرابعة لعب كل ما سرته تأسيسه كان في البرتغال والتأسيس كان في البرتغال وممكن بعد كده نروح على أماكن استلام أو اللقطات اللي احنا جايبينها لللاعب أول حاجة معنا أماكن لمس اللاعب للكرة المسلم الحالي احنا قدرنا نلاقي لللاعب ده تلت مطشاط لعبهم السنة دي في الدرجة الرابعة وده شيء ولو تعلمونا عظيم إن احنا نلاقي لللاعب بيلعب في الدرجة الرابعة في البرتغال تلت مطشاط ونحللهم حاجات داود يا جماعة باش لو في الدرجة السبعة هجيبها يعني طيب برضو عشان نقول الإحصائيات دي مصدرها إيه لأن ده المكان اللي قدر يوفر لنا التلت مطشاط هو منصة سبورتس بيزي العالمية هي اللي كان موجود عليها التلت مطشاط وإحصائيات اللاعب والفيديوهات بتاعته اللي اتفرجنا عليها ونبدأ نقول للناس نستعرض أرقام وبعدين نخش للناس المنتظرين وإكتر الفيديو ومعنا فيديوهات كتير هنتفرج عليها لللاعب اللاعب خلال الموسم الحالي لعب أربع مباريات لكن اللي كان متوفر ده كان أماكن لمس اللاعب للكرة في التلت مطشاط اللاعبهم المراضي بشكل سريع هو بيلعب مدافع نحية اليومنا لكن لو رجعنا للإحصائيات اللي الناس ممكن تكون حبة تسمحها زي ما قلته يا كريم هو لعب أربع مباريات اللي كان متوفر معنا تلت مباريات لعبهم في الدوري ومباريات الكأس ما كانش متوفرة معنا زي ما قلنا اللاعب ده لعب تلت مباريات أول شيء بدأنا بيه لأن ده شيء نوعا ما غريب على فكرة إنه هو لعب مدافع هو جات له فرصتين إنه هو يسجل في التلت لقاءات اللاعبهم عمل تلت تمريرات مفتاحية يعني إيه تمريرات مفتاحية؟ لتمرير حط تزميله فرصة إنه هو يسجل هدف وده شيء مهم وإزاي مدافع عمل ده هنشوفه في الفيديو التمريرات المفتاحية دي لو كانت زي ميل وسجل منها بايت أسست شكرا بالزبط كده يا كريم تمريرات لتلت الملعب الأخير عمل 8 تمريرات لتلت الملعب الأخير معدل التمرير لكل 90 دقيقة بيشاركهم تقريبا 48 تمريرة بدقة 86% ده رقم مهم جيد ده رقم جيد وكمان إنه المعدل إنه هو بيكون حاضر في المواتش كتير يعني مش بيكون لعب معزول عن اللعب معدل التمريرات الطولية وده رقم كبير برضو 8.5 تمريرة تقريبا لكل 90 دقيقة بدقة 57% دي تعتبر دقة جيدة بالنسبة للتمريرات الطولية معدل قطع الكرات وده من الأرقام المهم جدا أنت بتبص لأي مدافع ليه؟ لأن دايما كريم الناس بتبص المدافع لما يبقى في موقف واحد على واحد هيعمل ايه؟ بس هو المدافع الذكي لما يضطرش أنه يحط نفس الموقف واحد على واحد اللي بيطلع يقطع التمريرة بشكل استباقي فما يحطش نفسه في فكرة أنه ممكن يبقى عندي احتمالية للمروغة لأ أنا طلعت بدري قطعت التمريرة بشكل مبكر هنا بيمتلك معدل 6 لكل مبارا التدخلات عمل 3 تدخلات فقط وده ممكن يبقى شوية انعكاس على الرقم اللي قبله هون هو تحطش في موقف واحد على واحد كتير وثلاث مرات بس في الثلاث مباريات نجح في واحد وتم مروغته في مرتين بعد كده الصراعات الهوائية دخل في 7 صراعات الهوائية فقط ضكة صراعات الهوائية 43% ممكن بعد كده هنبدأ نستعرض الفيديوهات الناس تتفرج على اللاعب وتبدأ هيا كمان تقول حكمها ورأيها عليه لو بدأنا نستعرض الفيديوهات بترتيب يالله شباب نعرض الحالات طيب خلاص دي الفرص حالات هتلاقيها بس مع داود بصراحة أكيد ما حدش شاف الحالات دي غير الموجودين في نادي الزمالك وداود هنا معنا فرقة معاش طيب خلينا نبدأ نتكلم دي الفرص اللي جات لللاعب طبعا دي كان فرصة ممكن يسجلها لكنه ما استقبلش الكرة بأفضل شكل ممكن ودي شوية من الحاجات اللاعب ممكن يتطور عليها مرة تانية هو اللقف على القائم البعيد رجع بشكل كويس من منطقة التسلل وكان فرصة سهلة جدا هو يسجل هدف لكن واضح انه هو في الفينش على الجول محتاج يتطور هنا بنتكلم عن تمريراته مفتاحية هو اللاعب اللي بيستلم الكرة هيلعب تمريرة طولية بتحط المهاجم بشكل مباشر في انفراض يا كريم لو طبعا الناس كلها يجي في زهنها سيف الدين الجزيري التمريرات الطولية دي ما لقوبها لسيف الجزيري مرة تانية الراجل الكرة الطولية ده سبب تمريراته المفتاحية الكتير اللي احنا قلناها في 3 لقاءات عامل 3 تمريرات مفتاحية تروع على طول على المهاجم بيوفر مساحة كبيرة من اللعب مرة تالتة هنشوفه فكرة التمريرات المفتاحية هو اللاعب اللي بيستلم على طول وهيلعب الكرة الطولية زي ما احنا هنشوفه بيحط المهاجم تقريبا هو والجول فده من المميزات الجيدة عند اللاعب جنسيته ايه؟ غنيا بيساو تخب غنيا بيساو ده مع جنسية برتغالية ولا هو من غنيا بيساو اعتقد ممكن يكون اخد الجنسية برتغالية بس هو بالاساس من غنيا بيساو هنا تمريرات اللاعب بشكل عامل الناس تتفرج عليه في التمرير واحنا جايبين الحلو والوحش يعني احنا مش بس جايبين الحاجات المميزة احنا جايبين عشان الناس تتفرج عليه كناب تتفرج عليه بشكل حيادي تام هنا تشوف تمريراته على طرف الملعب لللاعبين واضح ان دايما الجول هو اللاعب اللي بيتم الخروج من عليها كريم يعني دايما الجول اللي بيباصي بالنسباله بيعتمد عليك تمريرات الطولية بشكل كبير وده يمكن يكون شيء شوية مؤلئ او يمكن دستايل اللاعب اللاعب بتاع الفريق بكل تأكيد مش برضو مش بيشتت لا 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 مش بيشتت زي ما قلت لك وبيحاول يطلع الكرة على اطراف الملعب واحنا جايبين له حالات في مختلف مراحل اللاعب تتشوفه هو بيعمل كل حاجة يعني بدأنا من الهجوم والتمريرات المفتاحية والتمريرات العادية وبعد كده هنشوف هنا هنوقف ثانية بقى بقى جانب ممكن يكون سيء شوية كان موجود عنده او ظهر او سلبي بالزبط الاخطاء اللي مرت بها وده بيحصل معايا مدافع الاخطاء اللي هو عملها اللي تسببت بفرص على فريقه دي واحدة تلات اخطاء ارتكبهم خلال الموسم الحالي لو استمرنا نكمل بقى اللقطة دي كانت فرصة خطيرة على فريقه هو واقف غلط هو واقف غلط وما كانش اتعامل بقى الكرة هو اللاعب اللي هيبى في الالتحام الهوائي ده والمهاجم هيقدر يفوز منه بالالتحام الهوائي هنشوف كمان لقطة تالتة هو اللاعب اللي هنا واللاعب هيجري قدام على القريبة ياخد يسبقه وياخد منه الكرة كانتش كوار خطيرة يعني ما تسببش بأهداف مباشرة لكن نقولتلك اخطاء نوعا ما كانت موجودة التحامات الهوائية بتاعت اللاعب نشوفه في الهواء لانه لعب نوعا ما طويل القامة يا كريم وده حاجة مهمة بالنسبة للمدافعين نشوفه في الالتحامات الهوائية المختلفة سواء كانت نقولتلك قدر يفوز بالصراع الهواء او حتى خسره احنا بنتفرج على اللاعب بشكل عام ومهور الزمالك يتعرف على اللاعب يتفرج عليه ويشوفه منك بعد الهواء طيب لا سواء سربا او جابا في الاخر الحكمة عليه هيبقى في الملعب بكل تأكيد وبرضو يا كريم احنا بنتكلم عن لعيب شاب عنده 19 سنة لسه قدامه فرصة كبيرة انه هيكتسب خبرات كان بيلعب في الدرجة الرابعة في البرتغال وان كان بيلعب في اكاديمية كبيرة ومشهورة جدا تعرف بين فيك حدث ولا حرك في البرتغال لكن زي ما قلتلك بيلعب في دوري نوعا ما مش دوري قوي هنا هنشوفه بقى في قطع التمريرات بيتعامل ازاي مع التمريرات اللي بتتلعب زي ما قلتلك هو بيقطع تمريرات بمعدلات نوعا ما تعتبر كبيرة قبل ما يخش فكرة واحد على واحد لا هو بيقطع التمريرات هنا حتى بيطلحها بباص مميز جدا نستمر مرة تانية مع فكرة قطع التمريرات من جيفرسون كوستا المدافع اللي ممكن يكون قابقى وصينة او قدنا من الانضمام لنادي الزمالك مرة تانية نتفرج عليه زي ما قلتلك واضح انه هو براسه بيقدر يتعامل مع كرات جيدة لكن فيه كمان كرات تانية ممكن تكون شوية الكرة بتخونه هنا مثلا الرأسية دي انه هو رجحها الرأسه لو قصد انه هو رجحها المدافع هيبقى شيء جيد لكن لو قلشت من الرأسه ممكن يبقى شيء مؤلع لان مرة تانية هنشوف الطايمينج بتاعه فيه زبط الكرة بالرأس هنا ما كانش افضل شيء برضو يعني لم يتقن الرأسية زي ما قلتلك لعيب عنده مساحة كبيرة جدا لتطور هنا الراجل خات قررت انه هو يشتت الكرة بشكل مباشر للمة التماس ما وقفش على الكرة وحاول انه يخرج بيها زي ما قلتلك دي حاجات بتيجي مع الخبرة هتبقلنا اخر حاجة ممكن نبدأ نشوفها بعد كده من جيفرسون كوستا فكرة التدخلات في مواقف واحد على واحد لما واحد من اللاعبين يحاول يراغه بيتصرف الزاي مرة تلك الكريم الزمالك بيعاني بشكل كبير جدا من فكرة خط الدفاع عنده ان الزمالك محتاج يدعم بمدافعين